لم تغمض عين الشاهد العراقي على ما تقول إليه أوضاع النازحين التي تعكس مأساة حقيقية تواكب مأساة البيت العراقي الصورة أبلغ من الكلام خيام وصفيح في القرن الحادي والعشرين لم تغمض عين حقوق الإنسان العالمية وتقارير المركز الأورو متوسطي لبث رسالة عاجلة عن تجاهل رسمي للنازحين في المخيمات انقطاع طويل لساعات الكهرباء يصل إلى 17 ساعة يوميا أمراض وحرائق وهواء ملوث ويوجد حاليا 14 مخيما رسميا للنازحين في العراق عشرة منها في إقليم كردستان العراق وأربعة في محافظة الأنبار إضافة إلى مخيمات عشوائية أخرى حيث لم تسمح السلطات حتى الآن لقاطني تلك المخيمات بالعودة إلى مناطقهم بسبب عدة ذرائع أبرزها عدم استقرار الوضع الأمني واحتمالية وجود مطلوبين من النازحين ودع المرصد الأورو متوسط الحكومة العراقية إلى سرعة التحرك لمعالجة المشاكل التي يعاني منها النازحون كما دعا إلى اتخاذ جميع الإجراءات لمنح آلاف النازحين وثائق ثبوتية بدلا من تلك التي فقدوها أثناء فرارهم من منازلهم إبان الحرب على داعش غياب الوثائق يفقدهم حق العمل والتنقل والمساعدات الإنسانية لما يقرب عشرة آلاف نازح المركز أكد أن التشريعات الدولية تضمن للنازحين بحسب المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية أما قائمة النزوح التي تخنق حقوق العراقيين بفقدان وثائقهم قد تعرضهم للاعتقال خارج حدود المخيم مأساة تجعل العراقية غريبا حتى في وطنه مقيدا في بقعة مأساوية اسمها مخيم ترجمة نانسي قنقر